بسم الله الرحمن الرحيم. انا وسهلا بحضركم. بيقال ان في دورة كاسر الأفريقية عشرين ستين مصرد تشتكي من ارضية الملعب اللي كلها طراب مفيش في حنجيلة خالص والمنتخب المغربي بيشتكي من الاجواء هناك في الصومال لان احنا بسم الله ما شاء الله البطولة اول مرة تقام في الصومال لان الاتحاد الافريقي قرر ان هو قيمت بطولة في الصومال. عزيدي كرة القدمة الافريقية مش تتغير. ودي حاجة انا محب اقول لك كده التحية اللي هو بالصلاة عن النبي دورة عشرين اثنين وعشر زيها زي دورة عشرين خمسين زي دورة عشرين ستين اه هي دايرة وماشية. ليه بقى اسعدتك? لان احنا بسم الله الرحمن الرحيم الاتحاد الافريقي عندنا بيتم اختياره من كده الاتحاد الدولة الكرة الكرم. مش الجماعية بتاع الاتحاد الدولة الكرة الكرم بيختلش خاص ضعفاء يحطم ومنصب رئيس الاتحاد الافريقي بحيس ان هوا يستيطر عليهم زي ما بيحط كده حد في الاتحاد الاساوي. ليه بقى? لان هم بيحبوا انه كل حاجة تبدو تحت مصالة البيبات فهيقول حاجة هم ينفذوها. متسيبي الراجل اللي الاول ما جاهد وقال لك ان احنا هنعمل كل الملاعب عندنا في افريقيا باضاءة والملاعب اللي ما كانش فيها نور هنحط فيها نور. واحنا جانين ننهط بالكارة. وفي الاخر ما كانش عنده شجاعة ان هو يقين بطولة كاسة الافريقية. وكان محتاج ان هو ياخد زقة من سامون ايتو. ايتو اللي له لا. ما كانتش بطولة الكاميرا. الكاميرا مش جاهزة. الكاميرا مش حضرة. الكاميرا عندها مشاكل كتير ما بين الحكومة وجماعات المسلح حول مشاكل دي موجودة في افريقيا ومش هتخلص لان مشاكل دي موجودة من قبل احنا بنوع على الدنيا ولا قبل احنا بنوع على العالم القادم. فكده كده اللي اربط عفريقيا ده المشاكل اللي فيها تفضل هي هي. لان احنا عارفين افريقيا بيتم التعامل معها ازاي. فكسة كلها كسة ان احنا في حاجة هتفضل زي ما ينه. هو الحال بتاعنا ده هفضل زي ما هو. الاتحادات الافريقية هتكار قوانين البطولة علشان خاطر البلد المستضيف او البلد صاحب الارض. احنا مت يعني مثلا زي مبارح كده القنون اللي تغير بتاع العزل يعني وعد الخزرين اللي يعب بعد 48 ساعة من المسحة الأخيرة الحارس بتاع جزر القمر قال له لا المسح بقت خمس ايام ليه قس انت جزر القمر مان ليش يعني جزر القمر غير تونس يعني تونس عندها تاريخ بكورة انتو بلد غلبانة واول نوس خليقوا في البطولة وحمدوا ربنا ان احنا لعبنا لعبناكم معانا اللي هو في عاك في عاك العاك ده ينتهي نعمل اقول لك يستر عاك ده مش هنتهي ليه لان ايه جزر من اللعبة احنا جايين افريقيا وعارفين اللي فيها عارفين ان في كواعدة تتغير عارفين ان سامو اليتو هيتامل من مجابلته وارجع لأول فيديو اللي هي اكلمت عاكس اولها افريقية اقول لك ان سامو اليتو والكاميرون مرشحين انهم ياخدوا البطولة لان ايتو عمل وجب جامد مع متاسيبي فمتاسيبي صعب جدا ان هو ينفض ليتو وموضوع عن متاسيبه هيطلع يعمل مؤتمر صحفي فاتوقع ان هو يتكلم فيه عن الناس اللي ماتت مبارح في التدافع في مبارات جزر الكاميرا والكاميرا ولا ده احنا الحمد لله يعني وسألنا من الحالة ان في ناس باقي بيطلون تكون درجات في البطولة وهو نحن حدين كده من الحالة كل حاجة طب ملعب مصر بقى عشان منهل الجسر ملعب مصر اللي هو ملعب جابوما اللي هو كان بلعب فيه مجموعة الجزائر وكتب ورد الملعب ده عزيز دي اتقال ان هو هيتقفل بعد ما الجزائر ما خرجت ليه عشان موامرة كل نجاح اتعى الجزائر لا عزيز الملعب مش هيتقفل اساسا الملعب هيتم صدافة لمبارات مصر وكتب ورد عافية عليه ليه بقى عافية؟ لان الكيف طلعت قالت ان الماتش هيتغير الملعب بتاعه احنا كده مش نلعب على جابوما طلع لتحمل افريكا قالك الكيف دي بتهمد احنا كده كده الماتش تلعب على جابوما اللي هو يا عمي ازاي طيب احنا هذا الماتش على جابوما ولعب مللعب ناشا القليل الماتش الجاي ان شاء الله بين الكاميرون والما هيقسب الماتش إلى جابون هيلعبوه على الملعبة Layer desp vitesse تبقى؟ مللعبو انت بتاعكذ بان من كما ناشا لعب يا لدي كان لادئ ما لاشي نصلaretو 했어 بالبيناة مش هلعب حين فقط على جابوما لدب مناتش افريكا لا ناصغب ان تعريح النجاح لاجابوما اللى هو لا تساهات فقط حاسيرها ولقسموه اللي حايزنا بان حين نلعب اللى هميل اخر ما فيش حد في البطولة دي نحن نفس الكاميرون إلا من رحمة ربي في دولار بقى اللي هو مش هنجيب إحنا الكاميرون في دول التماني يلعب على بلعب سعيد لا إحنا محتاجين الكاميرون يعديننا كده دولار بقى ودولار بقى نسيب الواد نشوفها هنجي يعرف هيكسة ممتش الواحده والله هيطلع خسرات عزيزي هي دي أفريقية وهارجع وأقول لك ثاني وثالث ورابع مفيش حاجة تنخي وهنفضل زي ما احنا بيشتكي بالأرضيات وهنفضل زي ما احنا بيشتكي بالأجواء وزي ما احنا بيشتكي بالإمكانيات اللي العزيزي اللي احنا عارفين كويس هاوي إن شراءات أفريقية منهوبة من قبل أوروبيين فهنتكلم على إيه يعني فهنتكلم على أن هم عايزينهم يبطلوا كده ليه علشان خاطر يبطلوا نهبوا في شراءاتهم فهما سراءاتهم بتتنهب وإحنا بنروح نلعب هناك كورة فبنحس إن هما عندهم هزمات الازمات دي لحنة ولا هما سابها الازمات دي هما بيشتكي بالأجواء هما بيتنهبوا وسراءاتهم بتتنهبوا الناس دي من أغنى الناس في العالم نوع عارفوا يستفيدوا بمواردهم بس إحنا عارفين إن الموضوع مش مسالي قوي كده اللي هو كل واحد عنده صار وبيعرف تستفيد بيها فعشان كده عزيح نحنا بقدر نعاني في المشاكل في كاسورة وفاقية لفترة طويلة جدا عجبك الموضوع برحمة تقبلها ما عجبكش الموضوع وعايد مضاعب في أوروبا الله يا باش موقع بمغرافي هو اللي جابك عندنا لا مش عجبك ريح أخير موقع بمغرافي لا أكثر ولا أقار لو عجبك الفيديو بعد تجير موقع بمغرافي وخيارت كده وخاصة وعملت خريطة على المزاكل اعمل لايك لو ما عملتش خريطة على المزاكل الكوليت لو مكمل معرفة أفريقيا فبرح تكبروه اعمل لايك اشتم في الكوميت قول لي اللي انت عايزه بس مع الأسفر الشديد هنبدأ المستبرع بوضع دك